مجلس الشورى والمكلف بالإعلم في شورى النهضة نحكيه على موقف شورى بالليس الفخفيخ الموقف كان واضحاً أنه الفخفيخ يبقى على رأس الحكومة هذا موقف النهضة إلى حين استكمال التحقيق التحقيق سيلفوراتي ينجم يخذ شهر ينجم يخذ شهرين كما ينجم يخذ عام في الأثناء ليس الفخفيخ هل سيكون رهينة سياسية عند حركة النهضة كما رأى البعض شوف حتى نكون أمين معك وأمين مع المشاهدين المستمعين والمشاهدين باتبارة بالبث هذا الموضوع أخذ نقاش كبير في مجلس الشورى بحضور أكثر من 130 عضو وكانت مدخلات بالعشرات في هذا الموضوع ومبعدين في موضع أخرى ربما نتنولوهم بعد المسألة المبدئية أن مجلس الشورى حركة النهضة حركة النهضة لا يمكن أن تساند أو تسكت عن فساد ثابت المسألة الثانية أنه نحن في حكومة مشاركين فيها تبقى لوثيقة تعاقدية أمضت عليها أحزاب الاتلاف الحاكم فيها برنامج الحكومة لخمس سنوات قادمة وفيها أولويات يمكن تذكرها مكافحة الفساد الفقر التنمية إلى غير ذلك فبالتالي جاء هذا القرار بعد النقاش حول هذه الموضوع حول قضية تضرب مصاره المثارة أخيرا وحد اليوم قاعدين يحكوا فيها في لجنة مكافحة الفساد وشوق يتبقى قدم بعض التصريحات فيها في لجنة إذن القرار هو مواصلة دعم الحكومة تبقى للوثيقة التعاقدية التي فيها برنامج معناها المشاركة في الحكومة ودعم الحكومة تبقى للبرنامج وليس تبقى لأي حسابات أخرى ما هي الحسابات الأخرى؟ البرنامج هو مع أطراف سياسية سلفلاتية؟ البرنامج ليس بينكم وبين الياس الفقر فقط هناك حركة شعب هناك طيار ديمقراطي ثم مشاكل وثم تأويلات يعني أحياناً ناس تمشي بعيد في الموضوع هذا ثم وثيقة تعاقدية معناها موجودة ما لم يطرق طارق على الوضع السياسي العام والوضع التحالف معناها الوثيقة تعاقدية ذلك هي اللقاء ليجمعها الموضوع الثاني هو أن مجلس الشورى ناقش هذه المسألة تظهر المصالح مسألة محرجة للجميع وفيها معناها مس من مصداقية الاتلاف الحاكم إذن طبعاً المتهم بريح حتى تثبت إدانته تعبوه في القانون المبدأ هذا إذن مثلاً حتى معناها حاجة ثابتة لكن المجلس يتابع هذه التحقيقات لأنها أكثر من تحقيق ثم في القضاء ثم في البرلمان وثم في هيئة مكافحة الفساد أنا هو التحقيق اللي بيش راح تكمله في قراركم طبعاً كلهم سيكونوا معناها تحت الدرس المهم القرار بيش نعطيك معناها القرار القرار هو أنه التحقيقات هي التي ستجعل المجلس يتخذ القرار المناسب في علاقة بالاتلاف الحاكم بالحكوم بيس الفراتي أمام الرهانات التي تقدم بها رئيس الحكومة في خطابه في البرلمان نحكي على أوضاع اقتصادية صعبة جداً والخروج من عنق الزجاجة كما نقوله يفترض تحالف حكومي صلب ومتين جداً جداً بيش نجمو أن تونس تقدم اليوم اللي نعرفوه